حادثت وخز الأطفال بإبر حبس إمرأتيني والمحكمة تنشر تفاصيل الجريمة السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن نشرت محكمة العطاف بولاية عين الدفلة تفاصيل جريمة اختطاف أطفال بعد انتشار ظاهرة وخزهم بإبر وتوقيف إمرأتين بحوزتهم مواد تستخدموا في السحر وجاء في بيان المحكمة أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف يعلم الرأي العام أنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما ظاهرة اختطاف الأطفال وتعريض حياتهم للخطأ تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلغا من مجموعة من المواطنين مفاده تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف بمنطقة المخفي بلدية الماين دائرة العطاف وهذا من طرف إمرأتين بواسطة مركبة وأضاف البيان عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الوسعة تمكنت من توقيف المشتبه فيهما وباستجوابهما وتم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة يتعلق الأمر بإمرأة تمتهن ممارسة الشعودة والعرافة وتقيم ببقعة المخفي وتم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف ومتابعتهن بجناية محاولة اختطاف طفل عن طريق الاستدراج واستعمال وسيلة النقل في الطريق العمومي والشعودة والأفعال المنصوص والمعاقبة عليها بالمواد 28 و33 و34 من جرائم اختطاف الأطفال والوقاية منها وحسب ذات البيان بعد استجواب المتهمات عند الحضور الأول أصدر السيد قاد التحقيق أمرا بوضع المتهمتين أرهن الحبث المؤقت فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة الخضائية وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآوينة الأخيرة بخبر انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال ووخزهم بالإبر ما أطار الرعب في قلوب الأولية وأوقف أمن ولاية عند دفلة الخامس 23 فبري ثلاثة نساء بعد الإبلاغ عند تعرض فتاة في الثامنة من عمرها للاختطاف من قبل امرأتين على متن سيارة رونو السيمبول وبتفتيشهما تم العطور بحوزتهما على رصاص وشعر وإبر خاصة بالخمارات ترجمة نانسي قنقر